اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفي كلمة لها خلال الاجتماع الذي عقد عن بعد أكدت الأنصاري أن مملكة البحرين تضع في مقدمة أولوياتها الوطنية بلوغ أعلى مستوى من الأمن الاجتماعي كمدخل أساسي لمشاركة المرأة في مواقع صنع القرار والشأن العام لتكون عنصرا فاعلا في صياغة المستقبل الحضور الكريم أن المشاركة في هذا الاجتماع الهام لهي فرصة طيبة بتزامنها مع مرور 75 عام على تأسيس الأمم المتحدة وكم تمنينا أن نلتقي في ظل ظروف أكثر استقرارا وأمانا لمراجعة التقدم المحرز المرأة على الصعيد العالمي متطلعين أن تسهم توصياته في تجاوز هذه الأزمة الصحية بأقل الأضرار وبعون من الله وبالنسبة لنا في مملكة البحرين فإن خطط التعامل مع الجائحة وبتحدياتها المتعددة والصعبة تستمر بجدية ومسؤولية بتقديم يد العون وبالاستفادة من دروسها وللمرأة البحرينية في ذلك نصيب الأسد سواء على صفوف المواجهة الأمامية أو على صعيد الاستفادة من الحزم المالية والقرارات الحكومية المساندة لظروف المرأة الأسرية والاقتصادية لعبور هذه العاصفة الفيروسية الحضور الكريم لقد أدركت بلادي مبكرا أهمية تحقيق عدالة المشاركة بين الجنسين وارتباض ذلك بتنمية ناجحة ومستدامة لتصل مرحلة العمل الحالية لمستوى جديد يتم خلالها حوكمة عمليات التوازن بين الجنسين وبآليات تراقب وتقييس نتائج وضع التشريعات والسياسات وتنفيذ الخطط والبرامج وإدارة الموارد التي تجعل احتياجات وطموحات المرأة في قلب كل شأن تنموي لتواصل تقدمها ومن بين أهم أولوياتنا الوطنية بلغي أعلى مستوى من الأمن الاجتماعي كمدخل أساسي لمشاركة المرأة في مواقع صنع القرار والشأن العام لتكون عنصرا فاعلا في صياقة المستقبل والتعامل مع تحديات وفرص الثورة الصناعية الرابعة والأزمة الصحية المستجدة بتحقيق أقصى درجات الاكتفاء الذاتي والتفوق العلمي وتقترح مملكة البحرين هنا بأن توجه الأمم المتحدة جوائزها القادمة لتقدير العالمات من أصحاب الاختراعات والابتكارات العلمية الموجهة لتحسين ظروف هذا الكوكب ورفع مستويات أمنه الصحي والبيئي والغذائي وتسريع تقدمه التكنولوجي والصناعي الأخوة والأخوات لقد شهدنا مؤخرا قرارات سيادية ومواقف شجاعة لقادة دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين تحمل آفاقا جديدة لسلام عادل وشامل في المنطقة وإنها لفرصة سانحة لتحقيق التقارب الإنساني والتعايش الحضاري المأمول الذي سيساند بطبيعة الحال ما تحمله اتفاقيات السلام من طموحات ونوايا طيبة تجاه شعوبها وخصوصا الأجيال القادمة التي نتحمل أمامها مسؤولية حماية حقها من العيش في أمن وأمان وفي الختام نشارككم التطلع للمستقبل بكثير من الأمل لعالم يستعيد عفيته وتنميته في أسرع وقت ولما يحفظ أمن وكرامة وصحة نسائنا وأسرهم نجسد من جديد جوهر تعاوننا الدولي في وقت الأزمات ولتبقى دروس وعبر التجربة موثقة في ذاكرة هذه المؤسسة العريقة وعنوانها لقد انتصرت مجددا الإرادة الإنسانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر